نيجي يعني هنا نحن بدنا نسألوا قبل ما ندخل بلاتون نسألوا وين سوط الاتحاد مش في الزيادة هذه خلينا من الزيادات هذه اللي صارت أما في الاضربات المتتالية اللي قاعدة تصير في قطعات استراتيجية وحياتية حساسة اضرب الكنام صندوق الاجتماعية اللي تخل مفتوح تخل أسبوعه ثاني وعدة اضربات في برشا قطعات ايه وين هنا نسألنا وين سوط الاتحاد على ذكر الدعم اللي بدأ عليها لطفي اليوم راهوا والله يعني صراحة أنا مانيش عارف يعني علاش هالتردد هذيع في مكشفة ومصارحة الشعب التونسي الكريم هذين يغرجوا وزارة المالية يقولوا هل أنه فعلا بالحق المحروقات مدعومة ولا لا راهوا حسابيا وذي راهوا مش أنا قلته حسابيا الدولة كتشري تستورد في البترول راهوا تبيع فيه تبيع يعني تتقاضي مقابل على هذا ثم تخذ عليه أداء على القيمة المضافة فيها وأداء على الاستهلاء يعني نفي مكلاب يعمل يا حسابية بسيطة نلقا واللي في الأخر لا يوجد يعني في نهاية المطاعف في أخر حلقة مش يطلع تطلع المحروقات مش مدعومة لا بالحق هذا هو يعني الدولة نتمنى وش كون يجاوب ولا أسوالة تبيعنا تبيعنا في البنزين لا والله والله نتسائل بكل يعني تلقاية من غير الخلفيات ما هي الدولة الدولة السعيدة هذه تبيع لشعبها السعيد تبيع له في النفط في البترول ودتقاض عليه أداءات يعني كوميل متع أداءات تفياء وأداء على الاستهلاك في حدود تقريبا 30-40% هي رابحة الدولة يعني شكوه اللي يدفع في نهاية المطاعف الأموال إذن المخصلة للدعم في كل ميزانية تقريبا وإحنا النقاشات كي كان البرلمان معناها نقود للصباح وإحنا نتابع فيها نقاشات هذه الفلوس هذه أين مشيت أين مش السؤال هذه أعيسنا منه يعني ما هو يجاوبك اللي حد فقط يجاوبونا يقولونا أسكو المحروقات مزالت مدعوم أو لي خاطر أنا عايشين لسنوات طويلة يبدو لي عايشين في كذبة ومصدقينها ومتحملين هذا سؤال سؤال مفتوح نتمنى وديننا الإجابة عبر غانديفونا فعلي مدعمة ولا مش مدعمة ولو إنه معظم الإجابات تمشي في تجاهنا مدعمة لكن ما هيش بالشكل المطلوبة بالحساب واضح